بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري وجمعة مهدوية مباركة كثير من الأخوة والأخوات يبعثون إلينا برسائل حول معنى تفسير الضرب في المنام ونحن سوف نتكلم عن ذلك حسب رؤية أهل البيت عليهم السلام وحسب رؤية الإمام الصادق عليه السلام لهذه المعاني في تفسير الضرب في المنام وتذكيرا لإرسال تفسير أحلامكم دائما وأبدا فقط فقط على هذين الرقمين لتفسير الأحلام في قناتنا برنامج صباحات ولائية أمين محمد الرقم الأول 0776 0 0 2 6 6 7 3 ورقم الأثير 0 7 8 6 7 1 7 8 2 5 5 الآن ما معنى تفسير الضرب في المنام عند مولانا الإمام الصادق عليه السلام أولا تدل رؤية الشخص الذي يرى في عالم الرؤية بأنه قد ضرب على بطنه في المنام إلى وقوع خلافات كبير أخ في حياته وسوف تتغير معها أو يتغير معها مسار حياته بشكل تام يأتي فلان ويضربك على بطنك أو يأتي مجموعة هذا يدل على خلاف كبير في حياتك وسوف تتغير أمورك تماما بل مسار حياتك تماما يتغير كذلك يمثل الضرب على عين الرائي بالمنام أنت ترى بأن فلان يأتي إليك سواء يعني تعرفه أو لا تعرفه يدل على ماذا يضربك على عينك دليل على أنك تنظر نظرة محرمة وتسير وراء الفتن والشهوات وتعد تلك الرؤية بمثابة تحذير من الله تعالى بما ينتظرك من عذاب في حالة لم تتب عاجلا من فعل ذلك أحد الأخوة رأى المولى علي بن أبي طالب عليه السلام يضربه على عينه ولكن لم يضربه ضربا شديدا فأذهب عينه لا وإنما ضربه بسيطة جدا وهذا هو المعنى كان يحذره من النظر إلى الحرام أما الضرب مع البكاء والألام وإلى غير ذلك فهذا يدل على فقدان شخص عزيز على الشخص الرائي يعني يأتي فلان ويضربك وأنت تبكي وتتألم وإلى غير ذلك هذا يدل على فقداني عزيز هذا حسب رؤى أهل البيت عليهم السلام وتفسيرات أهل البيت عليهم السلام كذلك رؤية الضرب الميت للحي بالمنام أنت ترى أحد الأموات من أهلك من معارفك من أصدقائك يقوم بضربك بالمنام هذه إشارة إلى انغماس هذا الشخص الذي يرأى هذه الرؤية في طريق الشهوات والمعاصي لأن الميت الآن هو يعيش في عالم الحقيقة في عالم البرزخ ويرى ويزور أهله واصدقائه في كل ليلة جمعة أو في كل ليلة اثنين وإلى غير ذلك فيرى الحقيقة يرى أهله ماذا يفعلون أولاده أصدقائه فيضربهم في عالم الرؤية لينبههم على ما هم عليه من المعصية أما المرأة التي هي غير متزوجة إذا رأت في عالم الرؤية ماذا؟ بأنه قد ضربت بأنها تضرب هذا يدل على ما يدور في قلبها من حزن وقلق نتيجة تمنيها لأمور لا تتحقق خصوصا إذا كان الشخص الذي يضربها هي لا تعرفه وكذلك يرمز الزواج في منام العزباء بدون أن يتسبب لها في الألم هو الضرب بالسيف يدل على الزواج قريبا إمرأة لم تتزوج وترى شخص يضربها بالسيف ولكن من دون أن تتألم من دون أن تبكي وتتأذى هذا يدل على أنها سوف تتزوج قريبا والسيف هنا بمعنى الرجل والزوج أما بأنه المرأة الغير متزوجة يضربها أحد في عالم الرؤية وهي مسرورة وسعيدة وإلى غير ذلك هذا يدل على تأخر زواجها ولكنها إن شاء الله تتزوج وكذلك المرأة الغير متزوجة إذا ضربت شخصا في عالم الرؤية فهذا يدل على أن هذا الشخص إذا كانت تعرفه سوف يؤذيها ويسبب لها المتاعب مستقبلا فعليها أن تحذر منه وهناك رموز كثيرة في مسألة الضرب بين الأقارب وكذلك إذا كان الضرب في الدائرة وإلى غير ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة ننوه لذلك برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ولا تنسونا من فاضلي دعواتكم